بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف العشر أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو على قناة الأستاذ رائد المسعيد نفتح كتابنا لصفحة 75 الصفحة الخامسة والسبعين في عنا اليوم تمارين مفيدة جدا بإذن الله نبدأها بالcomprehension يعني الاستيعاب Exercise 3 ايش بدنا مننا يا أستاذ نقرأ ونشوف Read the article again then answer the questions using complete sentences المعنى اقرأ المقالة مرة أخرى طبعا قصدهم في المقالة يلي في الصفحة السابقة يلي في الصفحة 74 قرأناها احنا وشرفناها ثم أجب الأسئلة باستخدام جمال كاملة السؤال number one question one بيحكي لي Give another suitable title to the text يعني اعطي عنوان مناسب آخر للنص إذا بتذكروا النص الأصلي أو العنوان الأصلي للنص هو the dead sea البحر الميت شو بنعمل يا أحمد بنعطيه عنوان آخر طبعا كل واحد منكم ممكن يعطيه عنوان مختلف ممكن نسميه على سبيل المثال فوائد صحية أنا سويت عنوانين عنوانين فوائد صحية في البحر الميت هذا عنوان ممكن كمان عنوان ثاني النقطة الأكثر انخفاضا على الأرض لأن البحر الميت النقطة الأكثر انخفاضا على الأرض فطبعا أنتم بتختاروا عنوان واحد منهم وإذا بتجيبوا عنوان ثالث من عندكم بيكون أحسن بكثير إيش معنات فوائد صحية في البحر الميت أول شيء نحكي صحي health شو معنات فوائد benefits في البحر الميت at the dead sea في البحر الميت هذا العنوان الأول فوائد صحية في البحر الميت health benefits at the dead sea ممكن البعض يختار النقطة الأكثر انخفاضا كيف نحكيها في الإنجليزي the lowest point نقطة على الأرض on earth على كوكب الأرض earth أو هاي earth طبعا أنتم مفروض تختاروا بس عنوان واحد مش الاثنين أنا حطت اثنين عشان يكون في خيارات أكثر كل واحد يختار مناسب إلو ومثل ما حكيت لكم إذا بتجيبوا عنوان آخر جديد من عندكم هذا هو الصح ليك أفضل شيء health benefits at the dead sea the lowest point on earth خلصنا سؤال أول طيب نشوف سؤال number two question two بيحكي لي what do the words in bold refer to يعني إلى ماذا تشير الكلمات في البولد البولد يعني في الخط العريض وهو حط كلمة بولد تسوي خط عريض نرجع للنص ونشوف شو في عندي كلمات في عندي ثلاث كلمات في البولد بولد يعني في الخط العريض اللي هي those و it بالإضافة لits نشوف those طبعا عشان نعرف على إيش بتعود الأفضل أن نقرأ الجملة Jordan is known for its tourist attractions worldwide especially those related to health tourism الأردن معروف لأجل أماكنه السياحية على مستوى العالم خصوصا تلك المتعلقة بماذا بالسياحة الصحية تلك المتعلقة تلك إيش هي المتعلقة بالسياحة الصحية اللي هي أماكن السياحة اللي هي tourist attractions إذن tourist attractions those بتعود على tourist attractions وهي tourist هي اللفظ الصحية مش to tourist tourist attractions الأماكن الصحية طيب إيش بالنسبة له it في عنده هون it نشوف it is delightful piece of scenery يعني إنه منظر مبهج إيش هو المنظر المبهج the dead sea اللي هو البحر الميت وهي the dead sea إذن it بتعود على the dead sea ضايا عندي آخر شيء it يعني بعود على شيء غير عاقل طيب نقرأ الجملة من أولها من هون بتبدأ صح the salt from the dead sea is exported to countries all around the world due to its health benefits إذن الملح من البحر الميت يصدر إلى الدول حول العالم بسبب إيش فوائده الصحية فوائد إيش يعني فوائد الملح اللي من البحر الميت إذن it بتعود على the salt الملح اللي من from the dead sea طيب بتعود على كل هاي the salt from the dead sea ملح اللي من البحر الميت ملح البحر الميت هيك هذا طبعا هذا السؤال الثاني question 2 السؤال الثاني هاي عندي ثلاث كلمات في البول خط عريض شفنا على إيش بتعود طيب إحنا هايك جاوبنا على 2 طيب نشوف 3 إيش مطلوب إني هون what is the main idea of the text المعنى مع بعض حاول تسبقوني ما الفكرة الرئيسية للنص النص اللي في الصفحة الماضية اللي قرأناه في الدرس الماضي اللي عن البحر الميت وفوائده شو الفكرة الرئيسية منه تتوقعوا الفكرة الرئيسية منه إيش طبعا واضح أنه الفكرة الرئيسية اللي هي تبيان وإظهار الفوائد الصحية للبحر الميت تمام فبالتالي إحنا راح نحكي التالي أن تظهر الفوائد الصحية للبحر الميت طيب هذا طبعا جواب السؤال number 3 كيف نحكي بالإنجليزي أن تظهر أن يعني to خلي طيب أو خلينا نعمل جملة كاملة إنه طلب مني جملة كاملة إذن نحكي إيش الفكرة الرئيسية the main لحظة شوي أيوة the main idea الفكرة الرئيسية للنص of that text للنص هي is أن تظهر to show الفوائد الصحية health benefits health benefits للبحر الميت of the dead sea نقطة هيك صار عنا جملة كاملة لإجابة هذا السؤال إذن the طبعا المفروض capital the main idea of the text is to show health benefits of the dead sea الفكرة الرئيسية لا لا النص هي أن تظهر الفوائد الصحية للبحر الميت طيب صلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين طيب هاي السؤال الثالث خلصنا نحطه هيك عجانب حتى نقدر نشتغل على الرابع إن شاء الله هون طيب describe why the dead sea has been given its name المعنى صف لماذا البحر الميت أعطي اسمه ليش البحر الميت تسموه البحر الميت طبعا احنا منذكر احنا قرأنا لأنه ما بتعيش في كائنات حية هنا احنا في هذا المكان في تحديدا في السطر العاشر حكونا هاي المعلومة سوفوها هاي سطر العاشر وداش حكونا these amounts of salt هاي الكميات من الملح make it impossible جعلت من المستحيل for marine creatures للمخلوقات البحرية to live in its water أن تعيش في مياهه which is why it's called the dead sea واللي هو السبب ليش يدعى البحر الميت لأنه فيه كميات كبيرة الملح فبالتالي مستحيل تعيش في كائنات حية إذن بحكي ليش سموه البحر الميت بسيطة سموه البحر الميت لأنها الكائنات الحية لا تعيش في مياه البحر الميت التي تحول كثير من الملح طيب عشان يكون الجواب كامل بحكي إنه يدعى إنه يدعى it is called البحر الميت that did see ها هسا بنحكي لأن الكائنات الحية because the living living يعني حي الكائنات أو المخلوقات creatures المخلوقات الحية لأن المخلوقات الحية لا تعيش don't live في مياه البحر الميت in the water of the dead sea التي تحول كثير من الملح which has much salt ولو حطيت a lot of salt ما في مشكلة طيب إذن هذا جواب أي سؤال طبعا جواب السؤال الرابع it's called the dead sea because the living creatures don't live in the water of the dead sea which has it's salt ممكن نحط dead sea والأفضل نستبدلها بضمير it's التي لا تعيش في لحظة طيب خاص ما شخليها في dead sea زي ما هي ما شخص إذا بنا نقيمها بنحط it's water طيب إذن هذا السؤال الرابع وجوابه نحطه هيك على جنب ونشوف شو بنسبة لها five بحكي لي what are the health benefits of the dead sea هل المعنى واضح ما الفوائد ياريت أنه نحفظ هاي الكلمات الفوائد الصحية للبحر الميت دائما خلال الدرس لما تشوفوا أنه في كلمات كثير تتكرر كثير تتكرر هذا بدل على أنه حفظها مهم وقفوا الفيديو اكتبوا هاي الكلمة مع مناعة أفتر مفردات بعدين تابعوا الفيديو إذا حابوا تستفيدوا أكثر طيب إذن بحكي لي ما الفوائد الصحية للبحر الميت طبعا فيه فوائد صحية عديدة للبحر الميت إذا بتتذكروا صحيح يعني مثلا حكونا أنه هواء البحر الميت غني بالأكسجين اللي بيساعد الناس اللي لديهم أمراض تنفسية وجلدية كما حكونا أنه مياه البحر الميت فيها العديد من المعادن وهاي بتساعد الناس اللي عندهم أمراض جلدية عندهم صداع عندهم آلام في الأقدام طيب إذن رح نحكي أول شيء رقم السؤال اللي هو 5 طيب بدنا نبدأ السؤال قبل ما نحكي الإجابة مباشرة عشان تكون كامل بنحكي فالفوائد الصحية للبحر الميت هي كذا كذا إذن نحكي الأفوائد الصحية the health benefits of the did see الفوائد الصحية في البحر الميت أنه أو are that it its air هواءه its air هواءه غني بالأكسجين كيف نحكي غني بالأكسجين is rich with oxygen with oxygen والذي which يساعد الناس helps people الذين لديهم who have who have أمراض تنفسية وجلدية تنفسي respiratory respiratory هنا في عندي طيب يعني تنفسي وجلدي and skin أمراض diseases أيها نقطة أيضا مياه البحر الميت تحت والعديد من المعادل بدنا نكتبها بالإنجليزي ساعدوني بالله أيضا also طبعا also بدنا نساوي أول حرف capital بالتأكيد أيضا مياه البحر الميت the water of the dead sea of the dead sea تحوي يعني has العديد من many المعادل minerals minerals التي تساعد which help الناس people الذين لديهم who have أمراض الجلد skin diseases والصداع خلنا نحط فاصلة صداع head ache headache وألم القدم and foot pain نقطة هذا جواب السؤال five السؤال الخامس نقرأه the health benefits off طبعا هنا في عندي خطأ هاي من الفاود القراءة مرة ثانية the health benefits of the dead sea are its air is rich with oxygen which helps people who have respiratory and skin diseases also the water of the dead sea has many minerals which help people who have skin diseases headache and foot pain هذا الجواب الخامس خلصناك عمد الاربعين نمتقل إلى number six السؤال السادسي اللي بيحكي what what other places for health tourism can you think of what is special about them يعني ما أماكن أخرى للسياحة الصحية ممكن تفكر فيها هل في عنا في الأردن كمان أماكن ثانية فيها سياحة صحية يعني ممكن الناس يروحوا لها عشان فيها فوائد صحية ايش المميز فيها طبعاً في عنا أكثر مكان في الأردن للفوائد الصحية مثلاً الشونة الشمالية حمامات معين أو ينابيع معين الحارة طبعاً هذول المميز فيها بيحكي شو مميز فيها أنه فيها مياه ساخنة وبتحوي معادن مفيدة طيب طيب خلنا نحكي الشونة الشمالية الشمالية يعني north north شونة وينابيع معين الحارة and the hut springs springs of ما اين اف ما اين اهه خط فاصل فوقية ما اين فاصل فوقية بعدين اي اين ما اين طيب ينابيع معين الحارة حيث where يوجد there are مياه ساخنة hot waters والتي which تحوي has often have waters جمع معادن مفيدة او او خلنا نحكي العديد من المعادن many minerals many minerals نقطة هذا سؤال number six السؤال السادس جوابه هيك الحمد لله خلصنا هذا التمرين التمرين هذا كله خلصناه والحمد لله رب العالمين ان ايش ان حلنا طيب هاي فرصة مناسبة ان اذكر غير المشتركين بالاشتراك واذكر المشتركين اذكر غير المشتركين بالاشتراك واذكر المشتركين بالاعجاب بالفيديو وانهم يحكوا لأصدقائهم عن قناة رائد المساعد اذا حابين انهم يفيدوا أصدقائهم وشايفين ممكن يستفيدوا من هاي القناة pronunciation يعني اللفظ هون بدي يعني اركز على الحارث على التي مع اله احنا بنعرف انه التي مع اله في الانجليزي لما يليجوا مع بعض مرات نرفضهم اذ مثل ذ مرات نرفضها اث مثل earth او thank you صحيح اتي معاش مرات اذ مرات اث شو بيطلب مني هو اول شيء بدي يعني اقرأ هذول الجملتين قراءة صحيحة طيب هذا المطلب الاول خلينا نقرأهم بالله the dead sea which is the lowest point on earth if on earth is located south west south 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 west of the capital city امان نقرأ الثانية the dead sea which is visited by thousand thousands of tourists of tourists from all over the world is famous for its therapeutic therapeutic waters طيب قرأناهم يا استاذ ايش هالسة المطلوب انه نرجع للنص اللي في الصفحة السابقة هذا النص اللي عن البحر الميت الصفحة 74 ونطول منه الكلمات اللي فيها th ونفرزهم اذا th لفظها the مثل هون كلمة the اللي لفظها is بنحطهم في العامود الاول واذا الكلمة the th اللي فيها بننلفظه the بنحطه في العامود الثاني اختصار الوقت حطيت الكلمات مباشرة the موجودة من اول طبعا هذا المفروض انه في الدفتر تساوي جدول او في الكتاب اذا المعلم او المعلم انه عنده مشكلة تعملوا الجدول وتكمله the the those اللفظ الصحيح ننتبه those يعني تلك with يعني مع that ذلك these هذه there هناك there يعني لهم them يعني هم لكن لم يكون مفعول به في محل مفعول به مأخوذ من they طيب خلصنا العامود الثاني في عندي اول كلمة earth كوكب الارض محلولة health يعني الصحة south west يعني الجنوب الغربي thousands الاف therapeutic يعني علاجي طيب بعد ما كملنا هذا التمرين والحمد لله رب العالمين رح ننتقل لأوين طبعا للتمرين التالي التمرين التالي جماعة الخير هو تمرين grammar قواعد يعني فيه تركيز على قاعدة present simple passive يعني المضارع البسيط المبني للمجهول تذكروا هاي القاعدة حكينا عنها أكثر من مرة في دروس هاي الوحدة الوحدة التاسعة أها الأمور بسيطة بس بذكركم يعني أنه المبني المجهول ببلش بالمفعول به مش بالفاعل بالمفعول به بعدين أحد أفعال ب is أو are أو am بعدين تصري تصريف ثالث للفعل أخذنا سابقا بذكتور كفير بحكي لي متش بدي أوصل مثل ما أنتم شايفين في عندي ثلاثة أحمد هذا العمود الأول وهذا الثاني وهذا الثالث بدي أوصلهم مع بعض طبعا عشان نقدر نوصل مع بعض بدنا نقرأ ونشوف إيش الموجود عندي هون بهاي التمارين أنا بفضل أن أقرأ أبدأ بقراءة آخر عمود نقرأ العمود الأخير with the therapeutic waters be المياه العلاجية for its tourist attractions لأجل أماكنه السياحية to cure skin diseases ليعالج أمراض الجلد southwest of the capital city أمان جنوب غرب العاصمة أمان in its waters في مياهه for patients from all over the world لأجل المرضى حول العالم طيب العمود الثاني اللي هو الأفعال فعل B وتصريف الثالث are provided متوفرة are treated تعالج are found توجد is located يقع يعني موجود في is known معروف is used يعني يستخدم أول شيء جوردن الأردن is known معروف for its tourist attractions لأماكنه السياحية إذن أردن معروف بأماكنه السياحية tourist attractions طيب خلصنا هاي محلوة نشوف شيء ثاني هون في عندي the dead sea the dead sea البحر الميت شوفوا الآن في خطوات بتسهل علينا إيجاد الحل لأنه في ناس بس شوف هذا الأمر زي هيك بتشتت هسا في عندي the dead sea البحر الميت أسألك سؤال البحر الميت مفرد ولا جمع طبعا مفرد يا أستاذ بحر واحد ليس بحور بحر الميت مفرد طيب كويس هل تتوقع وراح يكون التكملة بتبدأ بR ولا بتبدأ بIs طبعا يا أستاذ تبدأ بIs ممتاز إحنا إذن هيك ظل عندي خيارين إما is located أو is used صحيح فبالتالي هل بحكي البحر الميت يقع فيه ولا البحر الميت يستخدم الأفضل طبعا يقع فيه فبالتالي يعني منطقيا هيك إذن بحكي البحر الميت is located يقع فيه طبعا يقع فيه معناته بدي مكان بدي مكان صح وين يقع البحر الميت آها هيها جنوب العاصمة عمان إذن رح نوصل located مع is south west of the capital سويت عمان هيك إحنا بنخفف على حالنا التشتت بتصير أمور منظمة أكثر البحر الميت is located يقع south west of the capital العمان جنوب غرب العاصمة عمان طيب نشوف البعديها في عندي هون many diseases العديد من الأمراض طيب many diseases العديد من الأمراض جمع ولا مفرد طبعا جمع هياته diseases هي أس الجمع أمراض الله يعافينا هل رح تكون بعديها R ولا إذن طبعا R إذن واحد من هؤلاء الثلاث في عندي العديد من الأمراض R provided يعني متوفرة صعبة صح يعني مش ضابطة ولا الثانية العديد من الأمراض تعالج آها هيحسينها أنه أيش ضابطة أكثر فبنحكي العديد من الأمراض تعالج طيب تعالج بنشوف الخيارات هون تعالج بالمياه العلاجية ممكن صح هاي من أشياء اللي أخذناها إنها تعالج بالمياه العلاجية طيب كويس هاي إحنا حلنا البعديها نجع على فور في عندي هون فور يعني منتجعات البحر الميت طبعا ريزورت جمع يعني بدنا واحد من الار هل منحكي منتجعات البحر الميت متوفرة ممكن متوفرة إذن منحكي المنتجعات البحر الميت متوفرة متوفرة شو لتعالج أمراض الجلد مش بس أمراض الجلد أكثر من هيك هو إذا المنتجعات متوفرة في المياه طبعا لا متوفرة لأجل المرضى من كل أنحاء العالم نعم إذن رح نوصل مع فور صار عندي مياه البحر الميت عفوا منتجعات منتجعات البحر الميت متوفرة لا لأجل المرضى من كل أنحاء العالم نجعلها five they did see water يعني مياه البحر الميت طبعا water غير معدود يعامل مفرد هل شو ظن عندي من is في عندي used بس is used لأنه لازم يجي وراها is مش are water مفرد يعامل معاملة مفرد غير معدود إذن مياه البحر الميت is used تستخدم تستخدم شو في عندي خيارات ظهير لتعالج أمراض الجلد صحيح كويس مياه البحر الميت تستخدم لعلاج أمراض الجلد آخر شيء vast amounts of minerals يعني كميات ضخمة من المعادن شو ظهر عندي are found توجد أي are found توجد وين توجد في المياه في مياه البحر الميت هيك احنا بنكون خلصنا طبعا بعد من وصل هاي الأشياء شو المطلوب مننا بعدين على الدفتر التوصيل نتيجة التوصيل بيصير عنده جمل نكتبها مثل ما هو موجود عندي هون هو اللي حلها Jordan إذا بتذكره هو حل اللي هاي Jordan طيب Jordan is known هذي هو اللي حالها من أول for its tourist attractions tourist attractions هو هون جمحها Jordan is known for its tourist attractions جمحها فأنتو بعد ما توصلوا المفروض تكتبوهن على الدفتر الجمل الناتجة طيب شو مطلوب مننا هسيا يا أستاذ نشوف في البعض speaking يعني المحادثة بحكي لي do you think the DTC is good place to visit ايش يعني يا أستاذ يعني هل تظن أن البحر الميت مكان جيد للزيارة would you like to go on holiday there هل تود أن تذهب في رحلة هناك look back at the text and prepare five reasons to visit the DTC إذن بدي مني أخذ خمس أسباب لزيارة البحر الميت من النص اللي قرأنا من النص يلي يلي قرأناه أول شيء طبعا بدنا نجاوب على هنا مطالب هو طلب مني بعض الأشياء مثلا حكا لي هل البحر الميت مكان مناسب لزيارة في اعتقادك طبعا كل واحد بحط الجواب مناسب له ممكن واحد يحكي أنا أعتقد I think that أن البحر الميت that did see مكان جيد لزيارة is a good place للزيارة to visit طبعا في بعض يعني يقال أن البحر الميت هو مكان لعذاب من الأقوام لكن هذا الشيء مش مؤكد فبما أنه غير مؤكد فبيصير يعني البحر الميت ما في بأس في زيارته إلا إذا تأكد هذا الشيء طيب I think the did see is a good place to visit أنه مكان مناسب للزيارة المطلب الثاني Would you like to go on holiday هل تحب أنك تروح هناك في رحلة نحكي وأنا أود and نقيم النقطة and I would like to go on a holiday there هناك طيب حقيقة البحر الميت للسباحة غير مناسب لأنه هو سهل السباحة فيه لكن لأنه مالح كثير إذا فات الماء في عيون الواحد فممكن الواحد يعني يفقد أعصابه ممكن يعني يكون فيه أضرار كثيرة فبالتالي إذن هس جاوبنا بعض المطالب أنه أعتقد أنه البحر الميت مكان مناسب للزيارة أود أنه أزوره برحلة هناك طبعا ما خلصنا بدي أحكي ليش طيب خمس أسباب في عندي أنا خمس أسباب هي هون طبعا هي تكملة السادس التمرين السادس مثلا هواء البحر الميت هو كمان طلب مني أني أستخدم العبارات الموصولة غير المعرفة إذا بتذكروها أخذناها في الوحدة الماضية طيب نظهرها هيك حتى تتبين كاملة إن شاء الله طيب فمثلا أسباب هواء البحر الميت إيش ما له هواء البحر الميت الآن بين فاصلتين بدي أحط جملة إضافية هواء البحر الميت الذي هواءه غني بالأكسجين نقيم هواء البحر الميت الذي هواءه غني بالأكسجين يساعد الذين لديهم أمراض تنفسية حلو هذا سبب الأول هذا سبب الأول طيب طبعا إحنا بعدنا في التمرين السادس البحر الميت نقلوني بالله the dead see فاصلة الذي which الذي هواءه لا ما بنستخدم which الذي هواءه في عندي ملكية فبحكي whose يعني الذي لديه هواء whose air الذي هواءه أو الذي لديه هواء whose air is rich غني بالأكسجين with with oxygen oxygen هاي فاصلة يساعد helps يساعد يعني الذين لديهم who have أمراض تنفسية رس 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 رات 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 عاف نحن طيب إذن they did see whose air is rich with oxygen helps who have رات 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 نمحي العربي الآن السببب الثاني في عندي سبب ثاني كمان مثلا مياه البحر الميت التي تحوي العديد من المعادن تعالج الأمراض الجلدية مياه البحر الميت نحكي the did see waters فاصلة التي تحوي التي which لأنه نحن نحكي عن الماء غير عاقل ما بنحكي هو بنحكي which تحوي which has ما بنحكي have آه لا بنحكي have لأنه waters نحن استخدمنا الجمع هنا which have العديد من المعادن many minerals في خطأ هنا minerals فاصلة تعالج الأمراض الجلية cure skin diseases نقطة طيب وهي خلصنا two three ثلاث البحر الميت البحر الميت حيث يوجد العديد من المنتجعات الصحية تزار بواسطة الناس من حول العالم يلا نقلوني بالله بالإنجليزي شو بنحكي سهل يا أستاذ البحر الميت the dead sea فاصلة تزار بواسطة بواسطة يعني by الناس people من حول العالم all over the world all over the world هاي نقطة طيب نروح على four هسا نمحي هاي خلصناها four أربعة البحر الميت الذي هو أخفض نقطة في العالم دافئ في الشتاء بالإنجليزي بالله هنا أقولوني the dead sea صلى الله عليه الصلاة والسلام الذي which is the lowest الأخفض نقطة point في العالم in the world فاصلة دافئ في الشتاء is warm in the winter في الشتاء طيب آخر سبب اللي هو سبب الخامس المرضى الذين يزورون المنتجعات الصحية يعودون للبيت بنتائج مذهلة طيب المرضى يعني patient الذين يزورون طبعا هو ما رح نستخدم which هو نحكي عن المرضى البشر نستخدم هو visit المنتجعات الصحية health resorts فاصلة يعودون للبيت go back home بنتائج المذهلة be with amazing results وهي نقطة طيب تصور في بعض الطلاب يعني بحب انه بعد ما اخلص الجواب خصصنا ما يكون طويل انه اعيد قراءته عشان لما يشارك في الحصة ويقرأ بشكل صحيح اذا في عندي الأسباب خمس أسباب لزيارة البحر الميت دكوت يعمل . دكت رام دكت ر romantic دكت رائعون رائعين رائعين Patients who visit health resorts go back home with amazing results خلصنا هذا التمرين التمرين number 6 التمرين السادس لننتقل الآن إن شاء الله إلى وين إلى التمرين number 7 التمرين السابع التمرين السابع يحكي لي Explain your reasons to a partner and listen to their reasons other reasons the same يعني الأمور بسيطة حسنا ما كتبنا أسباب الواحد يقرأ أسبابه الآن المطلوب منه في التمرين السابع أنك تسمع لأسباب زميلك يعني بعد ما نقرأ هاي الأسباب للصف الآن زملاء أنهم يحكوا الأسباب اللي كتبوها صح أنه نستمع لها هاي هي بحكي له هل الأسباب متشابهة إذا متشابهة بنحكي the same the same رح أكتبلك إياها إذا زميلك مثلا اللي قرأ كانت أسبابه متشابهة نفس الأسباب بنحكي the same نفس الأسباب إذا غير متشابهة بنحكي not the same هاي بنحكيها حكي ما بنكتبها بنحكيها إياش حكي لما بنسبع أسباب أصدقائنا إذا نفس الأسباب بنحكي the same يعني نفس الأشي غير مختلفة not the same ليست متشابهة طيب خلنا نشوف بالله آخر شيء طبعا هاي فرصة أذكر الطلاب الأكارم والطالبات أنه تعرفوا يعني الدروس هاي إعدادها وتحضيرها وتسجيلها ورفعها على اليوتيوب ومتابعتها بيأخذ وقت وجهد أي واحد حاب أنه يعني يقدر هذا الجهد ممكن يقدره من خلال الاشتراك تفعل زر الجرس العجاب وكمان شيء مهم كثير أنه الواحد يحكي للأصدقاء عن هذا الفيديو أو ينسخ هذا الرابط رابط هذا الفيديو وودي للأصدقاء على الفيسبوك أو الواتساب أو غيره هذا راح يساعد القناة كثير إن شاء الله ورح نقدر إن شاء الله نستمر طيب writing الكتابة طبعاً من نكتب إشي بسيط مش كثير مش قطعة شيء بسيط شو المطلوب مني أن أكتب هون يا أستاذ نقرأ ونشوف بيحكي لي choose a tourist destination in Jordan اختر مكان سياحي في الأردن طبعاً في الأردن في عدة أماكن سياحية طيب نختار مكان واحد سياحي شو بعد نساوي write a postcard to a friend اكتب بطاقة لصديق نكتب بطاقة لصديق طبعاً البطاقة بتكون مش زي الرسالة إشي بسيط هيك يعني شيء خلاصة يعني مثلاً مثل هاي هيك زي هاي فوائد البحر الميت بعدين نقاط دافئ في الشتاء مياه علاجية هواء غني بالأكسجين أنا اخترت البحر الميت لأنه هسا إحنا حكينا عنه ففي عنا معلومات كثير عنا قبل ما نبدأ في الكتابة في عندي هون writing strategies استراتيجية الكتابة ممكن تفيدنا بحكي لي هون make a list of the information you want to mention in your postcard اعمل قائمة في المعلومات اللي بدك تذكرها في القطاقة البريدية postcard تذكر that and a postcard is short تذكر أن البوستكار قصيرة قصيرة يعني بالكثير 100 كلمة 100 words بالكثير بتوصل 100 كلمة طيب نكتب مع بعض بالله هاي البوستكارد نطلع شوي لفوق أول شيء بدنا نحكي عنوان نساوي عنوان لهاي البوستكارد مثلا فوائد البحر الميت يعني the benefits of the did see طيب هاي احنا كتبنا العنوان the benefits of the did see طيب بدنا نحكي مثلا لدى البحر الميت الذي هو أخفض نقطة في العالم العديد من الفوائد الصحية بالانجليزي رح يصير سهل الكتابة الآن لأنه كثير حكيناها صح لدى البحر الميت أول شيء الفاعل the did see البحر الميت لديه لدى has لأنه بالانجليزي الفاعل قبل الفعل فاصلة الذي هو which is أخفض نقطة في العالم the lowest lowest يعني الأخفض point النقطة الأخفض في العالم in the world ولاحظوا كيف لما تتكرر نفس الكلمة والعبارات متشابهة بتصير سهلة على الذهن أن الواحد يحفظها العديد من الفوائد عفواitis عفوا هاي هاذ اشطبوها بالله عندكم هاتمال البحر الميت الذي هو أخفض نقطة في العالم لديه العديد من يعني money الفوائد الصحية health benefits benefits فاصلتين أو نقطتين فوق بعض طبعا ممكن واحد يحكي أستاذ مش المفروض دت سي نسويها capital D والS نعم صحيح يعني بيكون هاي كالصحيح طيب نمحي هاي أول نقطة أنه دافئ في الشتاء إيش معنا ندافئ في الشتاء warm in the winter هاي أول نقطة نقطة ثانية مياهه العلاجية غنية بالمعادن كيف نحكي مياهه العلاجية it's therapeutic 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 أها هنا في عنا خطأ therapeutic it's therapeutic waters it's therapeutic waters غنية are rich بالمعادن with minerals بالمعادن with minerals طيب الهواء غني بالأكسجين the air is rich with oxygen 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 طيب بعديها يوجد العديد من المنتجعات الصحية there are many health resorts نقطة طيب كمانا التمرين الثامن ضايل عندي شغلة واحدة بس صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عندي هون جماعة الخير آها research books صندوق البحث بحكي لي the dead sea is the lowest point on earth نعم هاي عارفينها what's its surface elevation البحر الميت هو النقطة الأخفض في الأرض على الأرض طيب ما ارتفاع سطحه طبعا لما أولي في هذا الكتاب قبل حوالي 16 سنة أو أكثر كان ارتفاع سطح البحر الميت هو سالب 400 يعني 400 تحت سطح البحر لكن حاليا أنا لما رجعت المعلومة الحديثة صار 430 لأنه جف البحر الميت جف كثير منه فصار ما نخفض أكثر فالمعلومة يعني لو شفت واحد حال 400 هذا بيكون اعتمادا على دريل المعلم لكن المعلومة حدثت صارت 430 يعني فيه 30 متر كمان نخفض أكثر خلال حوالي 13 و 15 سنة طيب كيف نحكي بالانجليزي 430 تحت تحت بلو سطح البحر the sea level طيب هيك احنا بنكون خلصنا درس اليوم نراكم إن شاء الله قريبا سيد رائد مساعد يحييكم السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر